آخر نتائج التهجير وموجز الرد على المطالبين بالعودة إلى ديارهم إنسوا مناطقكم إلى الأبد تلك خلاصة ما يدبر لناحية جرف الصخر وما يحاك لأهلها المهجرين بمغازل الدولة العميقة في العراق ميليشيات الحشد كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشيا العصائب تطالب السلطات الحكومية بمنع إعادة نازح جرف الصخر إلى مدينتهم وتحذر من التسامح والتساهل مع هذه القضية تحت أي ظرف كان وبأي ثمن عملية اغتصاب واضح لأراضي الناحية وتغيير ديمغرافي صريح إذن يعمل عليه وينفذ تحت ذريعة الحرب على الإرهاب الذي لن تلقى شماعته على ما يبدو حتى إكمال مخطط طهران التوسعي خطورة الموقف لا تتوقف عند حد المطالبة بمنع عودة نازح جرف الصخر وإنما تكمن في ذريعة هذه المطالب كتلة صادقون النيابية وبأسلوب طائفي واضح تتهم أهالي الناحية بأنهم حواضن للإرهاب ما يعني استباحة دمائهم وأموالهم وحشرهم في زاوية النفي والتهجير دون أن يعطوا فرصة للمطالبة بأدنى الحقوق ألا وهو حق المواطنة والسكن على أرض الأجداد ليست المرة الأولى التي يتعرض لها ملف جرف الصخر لهذه الردود الطائفية مجلس محافظة بابل سبق كتلة صادقون في هذا النهج وهدد المطالبين بإعادة سكان جرف الصخر النازحين برفع دعاوى قضائيا ضدهم تمسك ميليشيا الحشد بجرف الصخر يزيح الستار عن فصول جديدة كشف عن بعضها فيما يتعلق بالظرف الحالي للناحية حيث تحولت إلى أكبر منفل المعتقلين ومركز رئيسي للعمليات العسكرية مرتبط مباشرة بإيران فضلا عن كواليس القتل والتعذيب التي تتسرب فصولها وآخرها 231 جثة أكدت المصادر أنها تعود المخطوفي جرف الصخر فعلى من يعتمد ومع من يناقش ملف الناحية طالما أن هذا الملف خارج عن سلطة الحكومة ويدار مباشرة من رأس هرم المشروع الطائفي في طهران ترجمة نانسي قنقر